ربما تحدثنا عن مارسيل كولر لكن لنرى أن ابن جي المدير الفني للهلال هو من غير شكل الهلال حتى الآن ولكن مش بس مع الهلال بل إن واضح أنه في مواجهته حتى السابقة مع الأهلي مع فرق أخرى كانت له قدرات على مواجهة قوة النادي الأهلي لنستعرض أهم أرقام هذا الرجل ابن جي هو لعب ضد الأهلي خمس مباريات قبل كده فاز في اتنين وخسر في اتنين وتعادل في مباراة وده مع فرق مختلفة وده يدل قد الرجل ده بيعرف يتعامل مع مواجهات كبيرة زي هذه اللقاءات أمام الأهلي لأن الرجل ده لعب قبل كده وهو بيقود بيتا كلوب مع النادي الأهلي ونجح في أن يحاق انتصارين بنتيجة 3-0 مرة ونتيجة مع الهلال كمان نجح في أن يفوز بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء الجولة الثانية من هذه المواجهة لكن انتهت مواجهة التعادل 2-2 قبل كده ده غير أن الرجل ده توج قبل كده بكأس الكونفدرالية مع نهضة بركان واخد بطولة كأس المغرب وتوج ببطولة أمم إفريقيا للمحليين مع منتخب الكونجو في 2016